وقد يتألم الآن بعض أولادنا من الغيورين الصادقين ونحسبهم كذلك ولو نزكي على الله أحدا ويقولون أهلنا يذبحون في غزة يا شيخ ويقتلون جوعا بعدما قتلوا بكل ألوان آلة القتل المحرمة والمجرمة وأنت تحدثنا عن أركان الإيمان ألا تحدثنا عن غزة ألا تبين للناس تلك المأساة المروعة لأهلنا وأطفالنا ونسائنا على أرض غزة والجواب وهل تظن يا ولدي أننا لم نتحدث عن غزة مرة ومرة 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 هل هذا ظنك إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ليس معنى أنك لم تسمع ما قلناه مرارا وتكرارا أننا لم نقل ثم هل يجوز أن تزعم أنك أغير على أهلنا في غزة من غيرك من أهل العلم والفضل لا سيما ممن علموك دين الله تبارك وتعالى ثم أقولها لله لله ورب الكعبة لن تنصر الأمة في غزة في فلسطين ولا في أي مكان ولا في أي زمان إلا بالعقيدة والجهاد في سبيله كلمتان اثنتان أن تحقق الأمة الإيمان وأن ترفع راية الجهاد في سبيل الله لا نصر ولا عز ولا كرامة والاستخلاف ولا تمكين إلا بهذا نعم سنظل نتكلم في العقيدة وفي الإيمان وفي التوحيد فقضية العقيدة وقضية الإيمان والتوحيد لا ينتقل منها أبدا إلى غيرها وإنما ينتقل معها دوما إلى غيرها في أي زمن وفي أي مكان ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أغير من انتفض لنصرة الحق والدين يرى المسلمين المستضعفين على أرض مكة يذبحونه ويقتلونه ويعذبونه بأشد ألوان العذاب ومع ذلك لم يترك تعليمهم يوما واحدة قضية الإيمان وقضية العقيدة وقضية التوحيد لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمة لن تنصر إلا إذا حققت الإيمان ابتداء ولن تستطيع أن ترفع راية الجهاد في سبيل الله إلا إذا حققت الإيمان ابتداء قال الله جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنة يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعم لابد أن تعلم يا ولدي ويابنتي لابد أن تعلم الأمة علم اليقين أنه لا نصر ولا عزة ولا كرامة ولا استخلاف ولا تمكين إلا بتحقيق الإيمان إلا بتصحيح العقيدة إلا بإخلاص العبادة إلا بتحقيق الشريعة إلا برفع راية الجهاد في سبيل الله نعم ولن نستطيع أن نرفع راية الجهاد في سبيل الله إلا إذا حققنا الإيمان بالله جل علاه وإلا لكانت الراية وكان الجهاد لغير الله سبحانه وتعالى يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فهذا هو طريق النصر يا أولادي وهذا هو سبيله أن نجدد الإيمان في قلوبنا وأن نحقق الإيمان في حياتنا وأن نحوله إلى واقع عملي وإلى منهج حياة لتكون الأمة مؤهلة لرفع راية الجهاد فنادين لله أنه لا نصر لأهلنا على أرض غزة أو على أرض فلسطين في أي زمان وفي أي مكان إلا إذا حققنا الإيمان بالله إلا إذا حققنا شريعة الله إلا إذا أخلصنا العبادة لله إلا إذا حققنا مكارم وصالح الأخلاق إلا إذا امتثلنا الأمر واجتنبنا النهي ووقفنا عند حدود الله جل وعلا واتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحققنا الإيمان به على مراد الله وعلى مراد رسوله ونصرنا دعوته ونصرنا شريعته ونصرنا سنته واتبعناه واقتفينا أثره واهتدينا به وإن تطيعوه تهتدوا هذا هو طريق النصر يا إخواني وما النصر إلا من عند الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم فأسأل الله جل وعلا أن يرحم أهلنا على أرض غزة وأن ينتقم من الخائنين والمنافقين والمرجفين والمخذلين وأن ينزل عليهم من رحماته وأن يستخرج لهم من بركاته وأن يقر عيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه